القطع النقضية المتداولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة الدروس التعليمية للسنة الأولى في مادة الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع القطع النقضية المتداولة فئة 10 مليم 20 مليم 50 مليم إذن دعونا نبدأ ونستكشف معان استكشف فتحت أميمة حافظة نقودها فوجدت بها قطعتين نقضيتين من فئة 5 مليمات وسلاث قطع نقضية صفراء اللون أنا أملك 90 مليم أكتب قيمة كل قطعة صفراء اللون لمعرفة قيمة كل قطعة صفراء اللون يجب معرفة ما تبقى من المبلغ الذي تملكه أميمة بعد إنقاص القطعتين من فئة 5 مليمات 90 إلا 5 إلا 5 يساوي 80 مليم إذن 80 مليم يساوي 50 مع 20 مع 10 مليمات أتدرب أولاً أشطب أو أزيد قطعاً نقضية لأحصل على المبلغ المطلوب 70 مليم 60 مليم 80 مليم المبلغ المطلوب في المثال الأول 70 مليم 70 يساوي 50 مع 20 لذا يجب أن نشطب ما تبقى من قطع نقضية معروضة المبلغ المطلوب في المثال الثاني 60 مليم 60 يساوي 50 مع 10 إذن نشطب القطعة النقضية من فئة 5 مليمات المبلغ المطلوب في المثال الثالث 80 مليم 80 يساوي 20 مع 20 مع 20 مع 20 إذن علينا إضافة قطعتين نقضيتين من فئة 20 مليم للحصول على المبلغ المطلوب ثانياً أمثل بأقل عدد ممكن من هذه القطع النقضية 50 مليم 40 مليم 60 مليم 50 مليم نمثلها بقطعة من نفس الفئة 40 مليم نمثلها بقطعتين نقضيتين من فئة 20 مليم 60 مليم 60 مليم نمثلها بقطعتين نقضيتين الأولى من فئة 50 مليم والثانية من فئة 10 مليمات أوظف يملك علاء ثلاث قطع نقضية صفراء اللون وأربع قطع نقضية بيضاء قيمتها الجملية 80 مليم أولاً أمثل القطع النقضية التي يملكها 80 يساوي 20 مع 20 مع 20 مع 20 إذن ثلاث قطع نقضية من فئة 20 مليم وأربع قطع الواحدة منها من فئة 5 مليم ثانياً أعبر عن المبلغ المالي الذي يملكه بكتابة جمعية 80 يساوي 20 مع 20 مع 20 مع 5 مع 5 مع 5 أقيم أمثل كل مبلغ داخل الحصالة بأقل عدد ممكن من القطع النقضية 50 مليماً نمثله بنفس القطعة أي 50 مليم 80 مليماً نمثله بثلاث قطع الأولى ذات 50 مليم والثانية 20 مليم أما الثالثة من فئة 10 مليم 90 مليماً نمثله أيضاً بثلاث قطع نقضية فئتها كما يلي 50 مليم 20 مليم 20 مليم 50 مليم 80 مليم 90 مليم 90 مليم شكرا